بيبدأ مسلسلنا مع بيت بتحصل فيه حريقة كبيرة وبيبقى جواي رجل أعمال اسمه رسول ومعه مراته إيفار وأخوها بكر وفي نفس الوقت ده بتكون فيه إيزو بنت رسول قدام البيت ومش قادرة تعمل حاجة وبيبقى معاها واحد من موظفين رسول اسمه هارون وبيبقى معاهم ناس تانية بس مش قادرين يساعدهم كمان وهنا بنرجع للماضي وبالتحديد قبل الحريق بخمستاشر يوم وقتها بتكون إيزو عايزة تخرج من البيت وبتشوف قدم حارس البيت وقتها قاعد على كرسي ورايح في النوم وفي اللحظة دي بتروح الجاري للخادمة اللي اسمها أسماء وبتطلب منها إنها تساعدها في لبس الفستان علشان تخرج وبيبقى واضح على ظهرها أصل ضرب وتعزيم فبتساعدها أسماء وبتقول لها إن لو حد عرف إنها خرجت برا البيت هيبقى آخر يوم ليها فبترد عليها إيزو وبتقول لها إنها تخرج وهتيجي قبل ما يعرف أي حد بعد موجودها وبتقول لها إن هم حتى لو عرفوا بعد موجودها في البيت وقرروا يموتوها فمش هيبقى فارق معاها لأنها هتقابل مامتها وفي الوقت اللي بتكون خرجة فيه بيرن عليها علي حبيبها وابن أكرم شريك رسول وبيسمع رسول صوت الموبايل وبيصحى من النوم ولما بيدخل قودة إيزو بيلاقيها نايمة وتليفونها مقفول وقبل ما يخرج بيشوف صورة أمها وبيرميها وهو متدايق وبيمشي وأول ما بيخرج برا قودتها بتقوم إيزو بتاخد صورة مامتها وبتبصها وبتخرج من البيت وبتنصح أسماء ما تخليش حد يشوفها عشان ممكن رسول يعرف إنها خرجت من البيت وفي الوقت ده بتقول لها إيزو إنها محبوسة في المزرعة ومفيش حد يعرفها أصلا عشان يعرف إنها كانت برق وبتقول لها إنها ترجع بسرعة ولما بتبقى خارجة بيشوفها الكلب جسور وبيفضل يجري وراها وبيهوهو عشان عايز يلعب معاه فبيسمعه رسول وبينزل عشان يشوف سبب هوهوت الكلب إيه وقتها بتقدر إيزو تهرب وبيشوفهاش رسول بس بيقرر يعاقب الكلب وبيربطه في الشمس ولما بيشوف آدم نايم بيدربه بالألم وبيقوله إنه هيربطه جانب الكلب المرة اللي جاية لو شافه نايم تاني بعدها بتروح إيزو الجامعة لإنها بيبقى عندها متحن في الوقت ده وطبعا بتحله كله بسرعة وبتسلم ورايتها أول واحدة وبتخرج جاري عشان تلحق ترجع البيت وبيبقى رسول قاعد بيفطر مع زوجته إيفار وأخوها بكر في الوقت ده بتسأله إيفار لو يقدروا ويطلعوا يقضوا وقتهم النهاردة في اليخت بتاعه فبيرد عليها رسول وبيرفض وبيقولها إنه عنده شوق بعدها بيطلب القهوة بتاعته وبتخاف أسماء جدا وبتروح تتسل بإيزو لأنه بيشربش القهوة بتاعته غير من إيدها ووقتها بترد عليها إيزو وبتقول لها أنا خلاص بقت قرهيبة وهتوصل للبيت فاللحظة دي بتقابل تور اسود وبيبقى عاوز يهجم عليها بسبب فستانها الأحمر وبيجري وراها تور لحد ما بيشوفها هارون وبيقرر إنه ينقذها وبالفعل بينجح في ده وبيركبها العربية وبيضحك هارون جدا عليها وبتسأله عن سبب ضحكه فبيقول لها وقتها إنه أول مرة يشوف بنت بتصارع تور فبترد عليه وبتقوله إنها أصلا ملحاش حظ ودايما بتقابل تيران في كل اللحظات عمرها فبيتدايق وبيسألها إذا كان قصدها النطور فبتقوله إنها مكانش قصدها حاجة وبتطلب منه يقف عشان تنزل وبيبقى مستغرب وبيسألها إذا كانت ساكنة في الجبل فبتعرفه إنها فعلا ساكنة وسط الجبال وبيسألها لو كانت بنت السيد رسول فبتبقى القانا وبتبصله وبتردش عليه وبتمشي وفي اللحظة دي بتبقى في دان أم رسول رايحة المزرعة وبتشوف إيزو حافذتها واول ما بتوصل للبيت بتسأل الخدم عن إيزو وفي اللحظة دي بتبقى إيزو جاجر واول ما بتشوفها بتسألها عن الشاب اللي كانت واقفة معاه وقتها بتحاول أسماء تعرف منها إذا كانت بتمتحن ولا بتقبل شاب وفي اللحظة دي إيزو بتبقى سكتة ومبتنطقش بأي كلمة وبتكون قفدان متفاجأة جدا وبتعرفها إن بابوها منع عنها الدراسة من سنوية عامة وأمرها إنها متكملش دراسة بتقول لها إيزو إن مامتها لو عايشة كانت تبقى سعيدة بالليها بتعمله دلوقتي حالا وإنها مش ندمانة ولا حاسة إنها بتعمل شيء غلط وبترد عليها قفدان وبتعرفها إن مامتها خلاص ماتت وإدي إنها لابسة فستانها دلوقتي وإنها مش هترجع تاني ولازم تسمع كلام بابوها بتقول لها ده عشان ما عايزة تحميها في اللحظة دي بتقول لها إيزو إنه عمرها ما قدرت تحميها وبتسيبها وبتمشي بعدها بيروح هارون لمامته وبيحكي لها عن اللي حصل معاه وهو جاي لها في الطريق وإنه احتمال يكون البنت اللي أنقذها دي تبقى بنت رسول وقتها مامته بتوبخه وبتسأله عن سعب عدم توصيلها لتحت البيت وبتقوله إنه سبب وجودهم دلوقتي أصلا إنه هما جايين يشحتوا فلوس من رسول فبيقول لها هارون ساعتها إنه غاية الرأي ومش هيطلب صلفة منه وبترد عليه وبتقوله إن الوقت اللي هما فيه ده مش هينفع فيه غير إنه هما يستلفوا وبتتهموا إنه السعب في اللي هما فيه عشان ما دفعش إستلبانك لمدة شهرين مدة تالين وده هيبقى التالت ووقتها بيسيبها هارون وبيمشي وبيقول لها إنه مش هيجي معاها يطلب الصلفة دي من رسول بعدها بتبقى اسماء محضرة القهوة وبتديها القيزو عشان تديها الرسول وبتروح تقدمها له ولما بيشوفها لبسة فستمامتها بيتجنت وبيفتكر للأم ووقتها رسول بيطلب منها إنها تنحني وهي بتقدم له القهوة ولما بترفض إنها تنحني بيرم الصناية من إدها وبيقوم يمسكها من رقبتها وبيقرر يضربها لكن قفيدا بتمنعه وبيبقى في الوقت ده مرات أبوها وأخوها بكر وصحر الخديمة مبسوطين جدا من اللي بيشوفوه بعدها بتبقى اسماء قعدة مع ايزو بتسألها عن اللي هتستفيده من إنها تكمل الدراسة فبيتقول لها إن علي وعدها بالجواز لو نجحت ووقتها بتتصل عليه وأول ما بيفتح بيسألها عن ساعة بعد مردها الصبر فبيتقول له إنها بسببه كانت هتتمسك مش هتعرف تروح الامتحان وبيقول لها إنه كان بيتصل عليها عشان يتمنى لها النجاح فبيتطمنوا وبتعرفوا إنها حلت كويس وبتعرفوا إن اسماء قعدة جنبها وبتقولوا إنها هتفتح مكبر صوت عشان يسمعها هو وعدها بإيه وبيقول لهم إنه وعدها هيتجوزها لما تنجح في الامتحان ده بعدها بيبقى عمال المزرعة عاملين إضراب عنه وبيبقى السيد أكرم واقف بيسمع الشكاوي بتاعتهم وبيقولوا لهم بيأكلوا عشحة في الصبح وبلي المكارون ورغم إن هم مش بيعترضوا إلا إن الماية بتقطع ولما بتيجي بتبقى مخلوطة بالطين وده تسبب في تسمم ثلاث أطفال وستة حامل وعشان كده مش هقدروا يسكت وفي اللحظة دي بيجي لهم رسول وبيطلب أكرم منه يوصل للعمال ويعمل لهم اللي هم عاوزينه ويوصل لهم وصلات ماية نظيفة وبيعرفوا إنه بنالهم كرافونات بدل الخيم اللي كانوا عايشين فيها وبيفهموا إنهم أمنوا على العمال دول بس ما عملش أي شيء من اللي كان منتظر منه وقتها بيقولوا رسوله إنه ما ينفعش يأمنوا على شيء يمتلك وإن العمال دول كلهم بتوعوا وبيطلب منه ما يدخلش تاني في أمر العمال وبيعرفوا إنهما ما يستحقوش غير المعاملة وبيقول لهم وقتها إنه هيستنى خمس دقائق لو ما كملوا الشغلهم هيتردهم كلهم وهيجيب ناس يشتغلوا مكان بعدها بتروح نرمينهم مهارون عشان تقاب الرسول في الياخت بتاعه ولما بيستقبلها كويس بتسأله عن ساب اهتمامه فبيرد عليها وبيقول لها إنها عزيزة وغالي علي فبتقول له وقتها لو إنها بالفعل زي ما هو بيقول ليه سابها وراح يتجاوز ايفار وبيقول لها وقتها إن الجواز بيقتل الحكم عشان كان يتجاوز وبيسألها عن الساب اللي خلاها تجيله إنها لو كانت سبرت كان هيجيلها هو فبتقول له إنها في مشكلة وما كانتش تقدر تستنيا يجيلها بيتها ولما بيوصل هارون بيطلب هو وامه من رسول سلفة عشان يدفعوها للبنج ووقتها بيقول لهم رسول إنه هيكلم المحام الخاص بيه ويدخل منقصة على بيته وده هيبقى في مصلحته ومصلحتهم وبينصحهم إنه هما يعيشوا في البيت لحد ما هارون يجمع الفلوس ويدهال وبكده يبقى ضمن فلوسه وهم ضمنوا إنه هما يفضلوا عايشين في البيت وقتها بتبصروا نرمين بغلوا وبتسك بعدها أفيدان بتاخد إيزو بتروح السوق عشان يشتروا شوية أغراض لإيزو ولما بتروح إيزو عشان تشتري لبس بتقابل واحدة خياطة ولما بتشوفها بفستانها الأحمر بتحضنها بتقول لها إنها هي اللي عملت الفستان ده الممتها وبتطلب من ربنا الرحمة لها وبتقول لها أفيدان إنها هي اللي جابت لها الفستان ده دي حتى إنها كمان اختارت الموديل وقتها بتطلب من الخياطة تفصل لإيزو فستين جديدة بعدها بتبقى صحر وينيشها معاهم أكياس وبتحاول تمشي بيهم من غير ما حد يشوفهم بس في اللحظة دي بتشوفهم أسماء وبتسألها عن الموجود في الأكياس دي بس ما بيبقوش عايزين يعرفوها لجوه الأكياس لحد ما أسماء بتدخل وبتفتح كس منهم بالعافية وبتتفاجئ إنها ملابس زولايخة أم إيزو وقتها بتسألهم عن سب وجود الملابس دي معاهم فبتفاهمها صحر إن أفدان هي اللي طلبت منهم ياخدوا كل لبس زولايخة ويرموه برا البيت في الزبالة ولما بترجع إيزو للبيت هو بتلقيش لبس مامتها بتتجن وبتسأل صحر عنهم فبتقول لها إن أفدان طلبت منها ترمي اللبس في الزبالة وبتطلع جارية عشان تلحق لبس مامتها بس في اللحظة دي بتشوف مرات باباها وهي بترمي بنزينة على اللبس وبتترجاها إنها متولعش فيهم بس بتولع في اللبس قدام بتاعه وبيقتل بالكلب بعدها بتشكر نرمين رسول على الخدمة اللي قدمها لهم وبيقول لها إنها أخدت اللي هي عايزة وبيطلب منها تستنى بكرة عشان يجي ياخد اللي هو عايزه منها ولما بيجي هارونو معالا عربية عشان ياخد نرمين بيشوف رسول وقتها خبطة في العربية بتاعته وبيسأله عنها فبيقول له إنه سبابها الطور اللي كان بيجري ورا بنته وبيعرفوا اللي حصل بعدها بيرجع رسول للبيت عشان يعاقب إيزو على خرجها من البيت الصبح بدون إذن ولما بيشوفها مضروبة وكلبها ميت بتسعب عليه وبيقرر ما يضربهاش ولما بتوقفوا إيزو وبتسأله إن كان عنده فضول يعرف مين عمل فيها كده فبيقول لها إنها ممكن بيكون غلطانة وتستحق اللي حصل لها وبتتدايق من كلامه وبتسأله عن سبب كره ليها وقبل ما يقول أي شيء بتقول له إن سبب كره ليها يا أمامتها فبيقول لها إنه بالفعل بيكرهها عشان منشبه أمامتها في عنادها وعدم احترامها ليه وقتها بتقول له إيزو إن في فرق بين الاحترام والخوف وبتشاور له على كل الواقفين وبتقول له إن هما كلهم بيخافوا منه وما بيحترمهوش وبتعرفوا إنه مكروه وما حدش بيحبه فبيضربها ولما بتحاول أسماء تدفع عنها بيطردها من بيته هي وصحره وكل اللي تبعدها بتبقى إيزو قاعدة حزينة في قضيتها وبيجي بكرى مع فستان وبيحاول يتحرش بيها بس بتحاول تطرده برا قضيتها وبتسأله عن سب وجوده في القودة فبيديها فستان وبيعرفها إن باباها عمل حفلة بالليل وعايزها تحضر بعدها نرمين بتبقى بتحضر حفلة بس هارون ما بيكونش عايز وبتقول له إن هما لازم يحضروا عشان يصلحوا اللي بوازوا إن البيت هيتحجز بسبب وقتها بيبقى مارت أخو هارون سمع كلام مامته وبيقول لها إن هارون مش سبب في أي شيء وإنه مكافح وبيشتغل وجايب أخر وإنه هي السبب اللي هما فيه بسبب صرفها على لبسها والمجوهرات وعمليات التجميل وإن باباها شخصيا ما كانش معايشهم في بيت زي اللي هارون معايشهم فيه فبتضربه نرمين بالقلم وقتها وبتاخد هارون وبتمشي بعدها بتبقى إيز ومش عايزة تنزل الحفلة وبتجي قفدان وبتطلب منها تنزل عشان المعزم لحظوا عدم وجودها وأبوها مداء جدا من ده وبتحكي لها إنها وهي صغيرة في يوم ما يبت عايت ومش رادية توقف بكت وأخدتها وطلعت برا البيت وقالت لها إنها لو ما سكتتش هتطردها وفي اللحظة دي بتسكت وكأنها فهمتها وبتقول لها إيز وإنها عملت معها إزاي ما عملت مع مامتها قبل كده وده لما كان بتترجها تاخد بنتها وتمشي من البيت وقتها لما خرجت فضل رسول يضرب فيها برا البيت ودفنها حي بعدها رمها من البلكونة وقال عنها إنها ماتت منتحة في اللحظة دي بيخش عليهم رسول بس بيكونش سمع كلامها وبكل غباء بيمسك الفستان وبيرميه في وشها وبيقول لها إنها لازم تنزل حفلة حالا بعدها رسول بيشوف أكرم في الحفلة وبيبقى متفاجئ من وجوده وبيقول له إنه جي الحفلة لإن الشركة بتبقى شراكة ما بينهم وبيعرفوا رسول وقتها إنه ماضى العقل والمحصول هيجمعه آخر الشهر فبيرد عليه أكرم وبيقول له إن ده لو فضل حد من العمال عايش أصلا لآخر الشهر بعدها بيروح رسول النرمين وبيطلب منها بعد الحفلة تودي هارون لأي مكان وتستناه في الفندوق ولما بيجي هارون بيتفاجئ بوجوده وبيغير كلامه وبيطمنه عشان ما يقلقش من المناقصة لإن المحامي هيروح بكرة ويدفع الفلوس للبن وفي الوقت ده بتطلع عائزه للحفلة وهي لبسة فستان فرح مامتها وبتقول لهم إنهم ممكن ما يعرفوهاش عشان مش بتظهر كتير هاو مجبرة على عدم الزهور بس حابة تحكي لهم قصة مامتها لماذا لكن ألمها لسه عيشة من يومها وبتعرفوا منها عاشت حياة باقسة وصعبة مع رسول وإنها رمت نفسها من البلكونة وانتحر وبتعايت قدام الناس وبتبص للسماء وبتقول إنه عمرها ما هتنساها وفي الوقت ده بيشدها رسول وبدخلها البيت وبيسألها إذا كان ببنته أو عدوة وليه فبيقوله إنها بتتمنى لو ما كانتش توالدت أصلا وبياخدها وقتها للبلكونة وبيهددها إنه هيرميها زي ما رمى مموتها من نفس المكان وفي الوقت ده بيدخل عليهم وبينقذها إيزو منه وبتكون إيزو متفاجأة جدا لإنه أكد لها إنه هو اللي قتل مموتها وبتمشي إيزو معها صورة مموتها ولما بيشوفها هارون بيقرر يمشي وراها لحد ما بتوصل إيزو للقبر بتاع مموتها وبتروح لها وبتعود تعيط هناك في الوقت ده بينادي عليها هارون وبيقترح إنها تروح لإسم الشرطة وتبلغ عن بابا وإنه الشرطة مش هتسبها هتقف جنبها في الموقف اللي هي فيه بس ما بتردش عليه وبتفضل تعيط وفجأة بيحصل حريق في البيت وفي الوقت اللي بيكون البيت فيه بيتحرق بيبقى هارون واقف والنار محوطاها من كل اتجاه وبيفتكر وقتها الموقف اللي كان مع زولايخة وهي بتقوله إنها ما بتحبوش ومش هتقدر تعيش معادي قيقة تحت سقف بيت واحد وبيرد عليها هارون وبيقول لها إنه هيقصر رجلها وهيقعدها في البيت بالعافية إنه لا فيش حد يقدر يسيبه بدون رضا فبتقوله وقتها إنه جبان وحش وبيمسكها وبيرميها من البلكونة ووقتها بيجري رسوله هو بيتحرق وبيرمي نفسه من نفس البلكونة قدام إيزو وهارون بعدها بيبقى علي رجع من الجيش وبيعرف من سواء التاكسي إن البيت السيد رسول اتحرق ومات جوه تلات أشخاص وبينسى شنطته جوه التاكسي وبيروح جري البيت المزرعة وبيبقى قلقان جدا بتبقى إيزو ماتت أو حصل لها حاجة لما بيوصل للعزة وبيشوفها بياخدها في حضنه وبيطم من إنها عايشة بعدها بيبقى هارون ونرمين مش عارفين يتصرفوا إزاي دفع المناقصة بتاعت البدي وبيقترح عليها هارون إنهم يروحوا لأفيدان ويطلبوا منها المبلغ ويعرفوا إن الرسول كان هيدفعه فبتقولوا إنه مستحيل أفيدان أو أي حد يدفع لهم المبلغ ده وبيرد عليها هارون وبيقول لها إن الرسول كان هيدفعه عادي فبتقولوا إن اللي بينهم وبين هارون غير أي حد تاني من أعضاء البيت ده وبيقول لها إنه هيجرب حظه للآخر وزي ما حاولوا راح لرسول ووافق هيجربوا يروح لغيره بعدها بيروح هارون لأكرم اللي بيبقى في اللحظة دي قاعد معاه حفيدو علي وبيشرح لهم موقفه وبيحاولوا إنه يطلب منهم المبلغ وبيفهمهم إن الرسول كان هيدفع له المبلغ ده قبل ما يمون وبيسألوا أكرم عن المبلغ ووقتها هارون بيعرفوا إن المبلغ مليون ليرة وفي اللحظة دي بيزعق له علي وبيحاول يطرده من العزة وبيتهمه إنه نصاب لكن أكرم بيقدر يسيطر عليه وبيسكد وبيقول لها هارون وقتها إنه ما يعرفش اللي كان بينه بن رسول بس هيديله إكرامية مبلغ شهر من اللي بيشتغل بهم في الشرك في الوقت ده بتبقى نرمين في العزة وبتحكي الأفيدان عن اللي كان وعدهم برسول ووقتها بتهزقها أفيدان قدام الناس وبتعرفها إنها مش هتديها ولا إرش وبتقول لها كمان إن هارون مطرود من الشرك بعدها بتروح نرمين وبتحكي اللي حصل لهارون وبتقول لها إنها اضطردت تهينة قدام الكل فبيقول لها هارون إنه كمان ما قدرش يقنع أكرم بحاجة وبيقول لها إنه هينتقم منهم على اللي عملوا فيهم ده وبتسألوا نرمين عن الطريقة اللي هينتقم بيها فبيقول لها إن إيزو بنتهم هي الوريسة الوحيدة الرسول وإنه واضح عليها إنها بنت غبية وإنه سهل خليها تحبه وتتعلق بيه ويتجوزها وبعد ما يتجوزها هيبقى ملك العيلة كلها في إيد بعدها بتبقى في ده النايمة وبتدخل عليها إيزو وبتقولش ولا كلمة لحد ما بتصحل وحدها وبتتفاجئ إن إيزو قاعدة جنبها وبتسألها إن كان في حاجة فبتقول لها إن بيت المزرع ولسه هتكمل كلامها بتخش عليها الخدمة وبتعرفها إن فيه زابط عايزهم تحق ولما بينزلوا بيعرفهم الزابط على نفسه وبيقولهم إن إسمه سلجوك وإنه الزابط اللي هيحقق في حريق المزرعة وبيعز إيزو على فقدانها البابوها وبيقول لها إنها تشبه هموتها جدا وبيتمنى إنها تكون شبهها في أخلاقها كمان وبيعرفها نموتها كانت ملاك المقاطعة وقتها بتقولوا أفيدان إنه هم تعبنين جدا ومن الأفضل لو يأجل الإجراءات اللي بيعملها دي فبيرد عليها وبيقول لها إن بيت المزرعة تحرق بفعل فاعل وإنه جاي دلوقتي علشان يحقق مع كل أفراد البيت وبيطلب إنه هم يتجمعوا كلهم لإن الكل هيبقى التحقيق معاه وأولهم إيزو في اللحظة دي بيسأل إيزو عما كانت وجودها أثناء حريق البيت فبتسكت وهو بتردش عليه وقتها هفيدان بتطلب منها تطلع لقضتها وبتقول لسلجوك إنه حضر قبل كده موت زلايخة عشان يحقق معاه وكاية النتيجة إنه اضطرد من المقاطعة ومقدرش يعمل أي حيء وبتفهموا إن أعداء العيلة كتير ويروح يقدر ما يحقق معاهم برا البيت ويعرف اللي عمل كده ويبعد عن حفيدة فبيرد عليها وبيقول لها إن علتها مليانة أسرار ومن الممكن إن إيزو تبقى هاية اللي حرقت البيت وإنها شبه أبوها في شره وإنها ما عرفتش تكون شبه ممتها في صفاتها البريئة فاللحظة دي بتطرده أفيدان من البيت وبيقول لها وهو خارج إنه هيكمل التحقيق بنفسه هيقدر يعرف اللي حرق البيت بعدها بيروح علي وأكرم لبيت أفيدان وبيطلب علي منهم إنه هما ييجوا يعودوا عندهم لأنه خايف يكون في عدو متربص لهم ويحاول إيزيهم فبتقول له أفيدان إنها مش هتسيب بيتها لحد ممارس مع زاء ابنها يخلص وبترفض إنها تروح لأي مكان وفي اللحظة دي بيخرج علي برا البيت وبيطلب من الحرس اللي مجمعهم إنهما ياخدوا بالهم من البيت ولما بيشوف آدم حريس المزرعة بيهزقوا وبيسألوا عن اللي كان بيعملوا وقت الحريق بس ما بيردش عليه وبيبقى عايز يضربه وبيحشوا عنه بعدها أكرم بيقول لي سيف ده من الزابط سلجوك مغلطش لما جي البيت عشان يحقق في أمر الحريق وإنه ممكن يكون حد من أفراد العيلة هو اللي عمل كده فبترد عليه سحر و بتقوله إنه من حصن الحظ إن بكرة ما متش ودلوقتي بدأ يفوق شوية وإنه لحد ما يفوق ويكون كويس أكد هيبقى شايف أو سمع حاجة ويقدروا من خلاله يعرفوا أي دليل عن الحريق وقتها بتفتكر إيزو إن بالفعل بكر شافها وهي بتحرق في البيت عشان كده بتجري إيزو فجأة حتى لما بتنادلها في ده ما بتردش عليها وبتمش فعدها بيكون هارون ونرمين قاعدين بيتعشوا سوا وبتسألوا عن اللي هيعملوا مع أصلي لما يتعرف على إيزو ويبقوا على علاقة وبتسألوا كمان إذا كان وقتها هتبقى صديقته أو صحبته فبيقول لها إن هتفضل في حياته طول ما هو بعيد عن إيزو وإنه أول ما يكون في علاقة معاها هيترد أصلي من حياته على طول وقتها بتتسأل عليه أصلي وبتسأله عن السابر اللي خلاه يفضل طول فترة في مقاطعة منطقة رسول وما يرجعش لحد دلوقتي فبيرد عليها وبيقول لها إنه لما يرجع هيعرفها كل حيك وبيعرفها إنه مجغول لإنه قاعد مع ممت وبيطلب منها إنها تحافظ عن نفسها وبيقفل المكالم وبعدها بتكون أفدان في قضيتها وبتفكر في كلام الزبط سلجوك وهو بيقول لها إن إيزو ممكن تكون زي بابا إنها حرقت بيت المزرعة لحظتها بتخاف جدا وبتفضل طعيت وبتقفل الباب على نفسها بسهب خوفها من إيزو وبعدها بيكملوا مراسم العزة وبيجي يوم الدعاء وبتطلع أفدان لإيزو عشان تعرفها إنه وقت الدعاء بدأ وبتتفاجئ إنها بتسمع أغاني وبتبقى فرحان بس أفدان بتقفل الأغاني وبتطلب منها تنزل تقعد معاهم لكن إيزو بتبقى رافضة إنها تنزل وبتعرفها أفدان إنها تنزل بالعافية وهتتظاهر وهتمثل إنها حزينة على أبوها حتى لو اضطرت إنها تحط البصل في عيونها وبترد عليها إيزو وبتقول لها النفع لمش حزينة أبدا وإنهم ما استحقق الله حصل لهم عشان كانوا السبب في مطممتها وفي تدمير حياتها وطبعا أفدان بتبقى غضبانة جدا منها وبتقول لأسماء تجهزها عشان تستعد المراسم الحداد على أبوها وبتسيبهم وبتمشي وقتها إيزو بتقرر تنزل لهم بطرحة حمراء وفصة نخضر ولما بتشوفها أفدان بتبقى محرجة بس بتسكت ولما بيوزهوا عليهم الحلويات بتاكل إيزو بنهم وبتقول لأسماء إن طعمها جميل جدا وبتعرفها إنها لو كانت عملتها بالفصدق كانت تبقى أحسن بعدها بيكون صلجوق بيراجع كاميرات البيت في الإسر وبعدها بيروح لبيت أفدان بينادي على صحر الخادمة وبيعرفهم إنها هي المتهمة الأولى بعدها بيأخذها للإسم عشان يحققوا معاها وبيوروها فيديو وهي خارجة من البيت وفي اللحظة اللي بتخرج فيها بيبدأ البيت يوال وفي الوقت ده بيسألها عن سبب تواجدها في البيت بعد ما طمت أرضها هي وأسماء وبيسألها عن السبب اللي يخليها ترجع للبيت تاني بالليل بعدها بيبقى هارون ومع نرمين في بيت أفدان علشان يقدموا واجب العزب وبيستغل إنه إيزو لوحدها وبتبدأ توسيها نرمين ومعها هارون وبتطلب نرمين من هارون وقتها إنه ياخد إيزو ويخرجه سوا عشان ينسيها الحزن اللي هي فيه وقتها بيدخل عليه ومعلي بالوقت اللي هارون ماسك فيه إيدي إيزو وبيبقى غضبان جدا بس بيتمالك نفسه وبيعملش حاجة وبيرد هارون على مامته وبيقول لها إنه ما مش يخرجه بس هيسيب رقم تليفونه عشان لو احتاجت إيزو منه أي شيء تقدر تكلمه وبيبص لعلي بتحدي وبيسيب المكان وبيمشيه مع نرمين بعدها بتقول نرمين لهارون إنه لما يتجاوز إيزو هتضرط كل الخدم اللي في البيت وبتعرفه إن صحر الخادمة هي اللي ولعت في البيت وبتقوله إنها خايفة من علي لا حسن ياسبقه هو ويتجاوز إيزو فبيرد عليها هارون وبيقول لها بكل سقة إن الموضوع ده صعب على علي طول ما هو موجود في حياة إيزو وإنه مش هيعد للغل لما ترني إيزو عليه فبتقوله نرمين وقتها إنه عنده حق وإن علي شكله دميم وقبيح وإنه فيش بنت ممكن تقبل بيه بعدها بيبقى علي قاعد مع إيزو وبيقول لها إنه كان دايما بيشك في صحر وبيرتح لهاش وإنه مش مستغرب إنها تبقى هي فعلا اللي حرقت البيت وفي اللحظة دي بتبص إيزو لعلي بطريقة غريبة وبتسيبه وبتمشي ولما بيندها عليها ما بتردش عليها ولا بتقوله أي كلم لحد ما بتيجي مامته وبتمنعه من مطردتها وبتطلب منه يسيبها ترتاح بعدها بيكون سلجوخ بيحقق مع صحر وبيسألها عن سبب تواجدها في البيت بعد طردها فبتقوله إنها كانت ناسية حاجة ورجعت جب وبتحلف له إنها مش السبب في حريق البيت بعدها بتبقى إيزو في قضيتها وبتدخل عليها قفدان وبتقول لها إنه بقاش فاضل حد في العيلة غيرهم إنها عارفة عدم حبها الرسول ومش فارق معاها لإنه ماتوا معادش يفرق حبه أو كره في شيء وإن هم اللازم يحذروا من اللي حواليهم ومن أعدائهم وبتعرفها إنها مستغربة من صحر ودال إن هم أخدوها صغيرة وهي يتيمة واعتبروها واحدة من العيلة وربوها معاهم وفي الآخر بتبقى سبب في حريق البيت وفي اللحظة دي بترد عليها إيزو وبتقول لها إنه صحر بريق إن ملهاش أي دخل في حريق البيت وبتبقى أفي دم مستغربة في الوقت ده وبتعرفها إن الشرطة شافت التسجيلات ويعرفوا منها إنها سبب في الجريمة ما حرقتش البيت فبترد عليها إيزو وبتقول لها إنها حرقته زي ما موتت أمها فبتقول لها قفدانة إن موتها انتحر وباباها ملوش دخل في موتها في الوقت ده إيزو بتعرفها إنها عارفة كل حي وإن رسول هو اللي قالها شخصيا وعرفها إنه قتل موتها لما كان عايز يرميها من البلكونة أثناء الحفلة وبتقول لها إنها ساعدت ابنها في إنه يكمل حياته عادي ومحدش عارف إنه مجرم وقاتل عشان ده يكون ابنها لها قفدان إنها مش هتتردد اللحظة إنها تعمل كده وبتسيبها وبتمشي وبعد كده الشرطة بتقرر تخرج صحر بدون تهمة بعد ما بيعرفوا إنها على علاقة مع بكر وبيبقى معها في تليفونها دليل يثبت إنها وقت الحريق ما كانتش في البيت والدليل ده بيبقى بكر وهو بيكلمها فيديو شات مباشر وفجأة بيسمع صوت حد بيمشي جوه البيت وبيقوم عشان يشوف مصدر الصوت وبينتهي الفيديو على كده بعدها بتروح أسماء لصحر وبتوبخها بسبب علاقتها مع بكر وبيتقول لها إن بكر ده واحد وحش وبيتسلى بيها وبيقض معاها وقت مش أكتر فبيبقى رد صحر عليها إنه بيحبها وهيتجوزها وهو وعدها بدأ وفي الوقت ده بتطلب منها أسماء إنها تسكت وبتقول لها إنها غبية لإن بكر بيحب إيه بس صحر بتطلب منها إنهما يمشوا من البيت وبتسألها عن سبب رجعها أصلا للبيت تاني بعد طردهم منه فبترد عليها أسماء وبتقول لها إنهما رجعوا عشان مالهمش مكان يعيشوا فيه وبتطلب منها صحر في الوقت ده إنه أفدان تعتذر لها على الأقل لإنها ضربتها بالقلم وقت ما الضبط اتهمها إنها حرقت البيت في الوقت ده بتقول لها أسماء إنها هي اللي هتعتذر للسيدة أفدان عن اللي كان بيحصل بينها وبين بكر في بيته وهتفضل تعتذر حتى لو اضطرت إنها تنزل على ركبتها وتبوس رجليها عشان توافق تسيبها عيشة معهم في البيت اللحظة دي بترد عليها صحر وبتقول لها إنها تعتذر عشان وقعت في الحب وبتسألها إذا كان ده زنب بالنسبة لها فبتعرفها أسماء وقتها إنها تعتذر بسبب إن هما ما عندهمش مكان يسكنوا فيه وإن بيت المزرعة تحرق ومفضل لهمش غير إن هما يعيشوا في أسر قفدان اللي موجودين في حالا بعدها بتكون إيزو مختفية ومحدش عارف هي متواجدة فين بالظبط بعدها بيجمع علي حراسه وبيأمورهم يدوروا عليها في جميع أنحاء المقاطعة وبيروح هو شخصان يدور عليها في المزرعة وعند قبر ومطن بس برضو ما بيلاقيهاش وبيتفاجئ لما بيتجمع معه حراسه في الشارع بإن صندلها واقع ومرمي وبعدها بتكون إيزو في بيت هارون وبيغم عليها عندهم وبتكون سخنة ومش وعية لأي شيء وبتعمل لها نرمين كما دات مية وفي الوقت ده بيسألها هارون إذا كان لازم يتصل على أهلها ويعرفهم بتوجدها عنده فبتقوله نرمين إن البنت هي اللي جات لحد عندهم بإرادتها إن هم انتظروا لحظة زي دي بفارغ الصبر عشان يقدر يعود معها شوية على انفراض وبتكون عمالة تضحك وقتها وبتقول إن أفدان زمانها قلقانة عليها حالا وبتتمنى لها الشارع بس هارون بيطلب منها إنها تسكن لاحسا إيزو تسمعه وتاني يوم بيبقى هارون وإيزو نايمين وبترنى أصلي على هارون وبتصحيهم من النوم وبيقوم هارون وبيفصل المكالمة ولما بتصحى إيزو بتبقى متفاجأة جدا وبتسأل هارون من لبسها قميس النوم ده وقتها بيرد عليها وبيقولوا إن هو للبسها القميس وبتضربوا وقتها بالألم وفي اللحظة دي بيدحك معها وبيفاهمها إن مامته هي اللي لبستها القميس وإن مجرد إنه بيهذر معها مش أكتر في الوقت ده بتدخل عليهم نرميل وبتطلب من إيزو إن هم يقربوا من بعض وإنها تناديها بلقب أختي أو خلتي أو ماما فبتبصرها إيزو وبتبقى معجبة بيها جدا وبكلمها بعدها بتحاول إيزو تفهم هي إزاي متواجدة دلوقت في بيتهم فبتحكي لها إن هم لقيوها في الشارع وقع على الأرض وقرروا ياخدوها ترتاح عندهم لحد ما تفوق ووقتها إيزو بتفكر إنك هتريحل اسم الشرطة وبتطلب إيزو إنها تمشي فبتقول لها نرميل إنها مش هينفع تلبس ودومها عشان متلطخين بالطين وبتطلب من هارون وقتها يجب لها حاجة تلبسها في الوقت ده بتتصل أصلي على هارون وأول ما بيفتح المكالمة بيقول لها إن لبسها اللي في خزانة بيته ما عادش موجود وإنها لازم تجيب لبس جديد من مرة اللي جاية وهي جاية تزورهم في الوقت ده بتطلب أصلي منه إنه ينزل يقابلها عشان هي تحت بيته وفي الوقت ده بينزل عشان يقابلها وبتبقى عايزة تدخل البيت بس بيمنعها وبيقول لها إن البيت مليان ضيوف ومش هيقدر يدخلها دلوقتي وبتسأله أصلي عن الفلوس اللي هي ادتها له يسد بها ديون البنك وبتقوله إنه ولا سد ديون البنك ولا الفلوس معاه وبتسأله هو ودى الفلوس فين فبيعرفها إنه حط الفلوس في البورصة وإن الفلوس دي في خلال شهر ونص عطا تضاعه وقتها يرجع لها فلوسها وعليهم زياد بعدها بتمشي أصلي وبيرجع هارون للبيت عشان يفطر معاهم وفي الوقت ده بيحكي لهم هارون قصة الثورة وإنه كان على بعض مليمترات وياخد حياة إيزو ويقول لها إنها مدينة ليه بحياتها وبيعرض عليها إنه هما يتفقوا وينزلوا ويتعشوا سوى في يوم وقتها بتقول له إيزو إنها ما تعتقدش إنها تقدر تعمل حاجة زي دي وبتطلب إنه هما يروحوها فبيقوم هارون علشان يوديها البيت وقتها بتفكروا ممطن العربية مع أخو مارت وبتقول لي إيزو تطلب أهلها ييجو ياخدوها ولما بتمشي إيزو عشان تزبط شنطتها وحاجتها بيسألها هارون في اللحظة دي ليه قالت لها إن العربية مع أخو وهي موجودة معاه فبتعرفوا النرمين وقتها إن لها هدف إن أفيدان تيجي لحد عندهم بعدها بتروح أفيدانه معها علي عشان ياخدوا إيزو من بيت هارون وأول ما بيوصلوا وبيفتح لهم هارون الباب بيضربوا علي وبيدخل عشان ياخد إيزو وقتها نرمين بتعرف أفيدان إن هما استضفوا بنتهم طول الليل في البيت عشان يكون جزائهم الضرب فبتقول لها أفيدان إن البيت بيتهم هما وإن فيش حد بيستضيف حد في بيت وبتقول لها إنها لو ما بطلتش تلف حوالين إيزو هي وبنها فيبقى لهم تصرف وتعامل تاني معاهم وبتروح إيزو لنرمين وبتحضنها قبل ما تمشي وبيقول لها هارون وقتها إن هما هيتقابلوا تاني وبيروح لعلي وبيقول له بمنتهى الغضب إنه هيبقى لي تصرف تاني معايا بعدها وهم راجعين بيحاول علي يحذرها من هارون وبيقول لها إنه شخص وصول وإنه بيعمل معاها زي الغراب اللي بيأكل الجيفة ووقتها بتقول له إيزو إنه شايفة هي كمان جثة ميت فبيقول لها إنه ما يقصدش ولسه هيكمل بقي الكلام لكن أفدان بتطلب منه يقف في مكان مناسب وينزله من العربية وفي الوقت ده بتقول لها أفدان إنها كانت عارفة إنها راحل اسم الشرطة عشان تبلغ عن نفسها فبتقول لها إيزو إنها بالفعل هتروح عشان تبلغ عن نفسها ومش هتخلي سحر تموت بزنب ما عملتوش وفي الوقت ده بتعرفها أفدان إنه سحر خرجت والتهمة ما يدرش يثبتوها عليها وبتترجها ما تروحش الاسم وتسلم نفسها وبتقول لها إنه ما فيش ليهم غير بعض وإنه هي لو راح تسلمت نفسها هترمن نفسها في نفس اللحظة من فوق السطوح وقتها إيزو بتسألها وبتطلب منها تجاوب بصراح إيزو كانت تعرف إنه رسول قتل ممتها ولا لا وقتها بتجذب عليها وبتقول لها إنه ما كانتش تعرف إنه قتل ممتها وبتعتذر لها عن الآيام الصعبة اللي هي عاشتها مع بابا وبتطلب منها تسمحها لإنها ما كانتش قادرة تنقذها منه في الوقت ده إيزو بتحضنها وبتتصلح معيها ولما بترجع للبيت بتفتكر وقتها إنه هارون كان مديها رقمه وبتقرر إنها تسجله بعدها بتبقى فتحة تطبيق واتساب وبتشوف صورته وبالغلط بترن عليه وبتلغي الاتصال بسرعة في اللحظة دي بيشوف هارون إنه هو في رقم غريب بيرن عليه ولما بيتصل على الرقم مرة تانية وبيعرف إنها إيزو من صوتها بتسأله هو يطلع مين فبيقول لها إنه هارون موقزها من النيران وبيسألها عن ساب اتصالها فبتقوله إنه هو اللي اتصل عليها فبيبقى رده إنه هو مش معه رقمها فازاي هيقدر يرن عليها وعلى طول بتقوله إنه هرنت عليه بالغلط وبتسأله عن الساب اللي يخليه رن تاني بسرعة على رقم ماكملش اتصاله وبتفهمه إنه الشخص لو عايز يكلمه هيكمل المكالمة للايه فبيقول لها إنه ما عندوش مشكلة لو كل وقت والتاني ترن علي بالغلط فبتسأله وقتها إيه اللي يخليها ترن عليه فبيقول لها إنه احتمال يوحاشها ولما بتسمع إيزو الكلام ده بتقفل المكالمة بيبقى هارون وقتها معاه فردة من جزمة إيزو بيسأل مامته عن اللي كانوا بيعمل له الأمير بالجزمة بتاعة قاسة سندريلا بعدها بيرجع علي للبيت وبيعرف مامته عن المكان اللي كانت مختفية في إيزو وبتقول له مامته وقتها إنه مستحيل تكون رح يطلوهم غصبا عنها وإنها كل تأكيد في بينها وبين هارون علاقة وعشان كده هيكت عنده فوقتها بيتضايق علي وبيأكد لها إنه مفيش بينهم أي حاجة وبيقول لها إنه حتى الصداقة مش موجودة ما بينهم وبيعرفها إنه مش هيهدغل لما يحمي إيزو من ألعاب هارون وبيبقى معاه فردة جزمتها التانية وبيحطها قدامه وبيوسق بعدها بتبقى إيزو قاعدة في قضيتها وبتدخل عليها أسماء وبتسألها عن ساب اختفاقها الطولي للمبارح فبتحكي لها اللي حصل لها وبتقول لها إنه كانت عند نرمين وكان هارون ابنها في البيت وبتسألها أسماء اللي خليها تنام في مكان في رجل غريب وبتشرح لها إنها كانت ضايخة ومش هو عيها ووقعت في الشارع وهم اللي أخدوها وانقذوها وبتحكي لها إنه دي مش أول مرة هارون ينقذها في الوقت ده بتطلب أسماء منها تشوف صورت وبتسألها إيزو عن السبب وبتقول لها إنها بتعرف صفات الأشخاص من شكلهم ولها بتشوف هارون بتقول لها إنه شاب سري ومدلل بعدها بتبقى أفدان وسربيل الخادمة بتاعتها بتسألها إذا كانت محتاجة أي شيء ففي الوقت ده بتدخل عليهم صحر منبرة بدون سلام ولا بتقول لهم أي حاجة وبتدخل القضة بتاعتها على طول وبتتغاز منها سربيل وبتسأل أفدان عن سبب وجود البنت دي في البيت وبتعرفها إنها ما بتخدمش معهم ولا لها أي فايدة واللحظة دي أفدان بتقول لها تبعد عنها وما تركزش معاها عشان هي تعبانة من تهمتها الحرية البيت وإنها منتظرة لما تكون هادية شوية وتصلح في الوقت ده بتعرفها سربيل إنها دلوقتي فهمة البنت دي بتقدر تتصرف معهم كده وإزا قدرت تباها على علاقة مع بكر وبتعرفها النساء بتواجد صحر يوم الحريق في الأصر إنها كانت بتوعد بكر وطبعا الكلام ده بيديق أفدان وبتقوم عشان تواجه صحر في اللحظة دي صحر ما بتنكرش ولا بتبرر أي شيء وبتقول لها إنها هي وبكر بيحبوا بعض وإن بكر وعدها بالجواز وبتكلمها بطريقة سوقية ومش كويسة وبتغلط فيها وفي أي حد تدخل فحاتها هي وبك وبتتعصب أفدان وبتتردها من البيت وبتقول لأسماء إنها لو مش عاجبها إن صحر هتمشي تقدر تمشي هي كان معاها وبتحاول تقنعها إنها تخلي صحر تقعد معهم في البيت وبتعرفها أفدان إنها وقحة وغلطت فيها هي شخصيا وبترد عليها إيزو وبتقول لها إنها لازم تقعد ومش هينفع تمشي وبتسألها أفدان عن السبب ووقتها بتقول لها إن صحر لو مشت أسماء كمان هتمشي إنها مش هتقدر تعيش في البيت من غيرها وبتفاهمها إنه ما كانش مجرد خادمة في بيت رسول إنها ما كانت أم ليها من بعد موت زولا وقتها بتوافق أفدان إن صحر تقعد في البيت بس بشرك إنها تخدم وبتروح إيزو لصحر عشان تعرفها بده ووقتها بتبقى غطبانة وعايزة تمشي لكن أسماء بتحاول تقنعها وبتهديها إنها لازم تستمر في البيت حتى لو هتخدم وإنه ما ينفعش تمشي بسبب إنها تقعد في الشارع وفي الوقت ده بتقول لها إيزو إن جدتها عندها حق في اللي هي عملته فيها وبترد عليها صحر وقتها وبتقول لها لإن هي خادمة وبكر غني وبنناس فبترد إيزو عليها وبتفاهمها إن بكر وغط وإنه واحد زي ولا يتحب ولا ينفع حد يسق فيه وياخد منه وعد وبعدها بتفتكر إيزو إن بكر هو الوحيد اللي شفع ويبتحرق البيت وهو الوحيد اللي نجا من الحريق وبتسيب صحر وبتمشي عشان تروح لقفدانه وبتحكي لها إن في شخص وحيد عارف إنها اللي حرقت البيت غير وبتسألها عن الشخص ده وبتقول لها إنه بيكون بكر بعدها بيبقى صلجوك قاعد بيحلل تسجيلات الفيديو لبيت المزرعة وبيفضل مركز في الفيديو اللي بيظهر فيه رسول وهو بيهدد إيزو هو بيكونش قادر يفهم هو بيقول إيه بالظهر وبيبقى محتاج حد يقرأ لغة الشفاية وبيأمر عسكري من العساكر بتوع إنه يروح يدور على قازم ويجيبه له حالا بعدها بيروح يجيب قازم من قهوة شعبية وبيبقى قازم شحات أخرس بس ماهر في قراءة لغة الشفاية فلما بيروح القسم بيفرجوا صلجوك على الفيديو بيعرفوا قازم وقتها إن الرسول بيهدد إيزو وبيقول لها إنه هيقتلها ويرميها من البلكونة زي ما عمل معميته وفي الوقت ده بيبقى صلجوك منهاره بيروح الحمام عشان ينهار من البكاء وبيبقى معاها صورة بتجمعه مع زلايخة أم إيزو بعدها بيبقى هارون قدام بيت أفدان بينتظر وقت خروجها ولما بتخرج بيروح وبيخبط على البيت وبيفتح له سربيل وبيكون محتاج إيزو في الوقت ده بتشوفه وبتروح له عشان تسأله عن ساب توجده قدام البيت بتاعها فبيطلع لها جزمتها وبيقول لها إنه بيدور على أمرته وبينزل على الأرض وبيمسك رجلها بالعافية وبيحاول لبسها الجزم بعد ما بيلبسها لها بيقول لها إنه خلاص لأ سندرال وبيسألها لو تقبل منه الجواز في اللحظة دي ما بترضاش تقول له إيزو أي رد وبتبقى متضايقة من تصرفه وبتحاول تمشيه قبل ما قفدان تيجي وتشوفه بس ما بيرضاش يمشي وبيمسك إيدها وبيقول لها إنه لسه ما وفدش بعدها ليه وإنه لسه منتظر العشاء مقابل إنقاذها من التور وفي الوقت ده بيقرر يمشي وبيجي عليه وبيشوفه وهو ماشي من قدام بيتها وبيجري وراه بيحاول يلحقه بس بيدخل جوه عربيته وبيتجهله وبيسيبه وبيمشي وفي الوقت ده بيرجع لإيزو وبيسألها عن سابة وجود هارون عندها فبتقوله إنه كان جايب لها فردة الجزمة اللي كانت توقع منه وبتفهمه إنها زعلانة منه من ساعة ما تهجم عليهم في بيت هارون واخدها قميشي كأنه بلطجي فبيقول لها إنه بيعمل دول الأمير وإنها هي سندريلا وبيحاول يفاهمها إنه هارون مجرد شخص بيحاول يتلاعب بيها وبظروفها حد ما يوقعها في حب ويتمكن منها عشان فلوسها وورثها فبتسأله إيزو وقتها فلوس وورث إيه بالظاف فبيشرح لها إنها الوريثة الوحيدة الرسول إنها تمتلك ملايين بل مليارات وإنها كمان تمتلك نص المقاطعة بمزارعة وبينصحها تاخد بالها من نفسها وما تصدقش إنه بيحبها لشخصها أو إنه معجب بيها بجد وقبل ما بيسيبها وبيمشي بيقول لها إنه معان فردة الجزمة التانية وإنه لقاها جنب كلب وهو بيدور عليها وبيقول لها إنها لما تعوزها تكلمه في أي وقت وهيجيب لها الفرد بعدها بتبقى صحر بتنظف قضة إيزو وبتلاقي البرواز اللي في صورة مامتها مكسور وبتفتكر إنه يوم الحريق كانت هي وبكر في قضتها عشان يبقوا مع بعض الوحدهم في الوقت ده بيخبط بكر البرواز بالغلط وبيقع منه وبيتكسر بعدها بتروح لإسم الشرطة أو معها البرواز بتوريلي سلجوك وبتعرفوا قصة البرواز وبتشرح له إنه ما كانوا في قضة إيزو قبل الحريق مباشرة ومعنى كده إنه هي اللي دخلت أخدت البرواز وحرقت البيت وخرجت فبيرد عليها سلجوك وبيقول لها إن اللي هي بتقوله ده ما يعتبرش دليل وبتقوله إنها شاهدة على الكلام ده ومعها بكر وبتقوله إنه أكيد لما يفوق بكر يبقى عارف حاجة أو مع دليل يثبت إن إيزو هي سبب الحريق بعدها بتروح أسماء لقبر زلايخة وبتبقى بتعيط وبتقول لها إنها مات تحططها هي في ورطة وبتسألها ليه اختارتها هي بالذات إنها الوحيدة تعرف سر جنات بنتها وإنها ماتتش وإن قبرها فاضي واللي بعد كده رجعوها الأسر على إنها بنت متشردة وربوها معاهم وسموها صحر وبتطلب منها تساعدها على حل المشكلة اللي هي فيها وبتعرفها إن بناتها الاتنين إيزو وصحر بيكرهوا بعض دلوقتي وبينهم خلاف هي مش هتقدر علي وبتيجي الشرطة لبيت أفيدانه بيمسكوا إيزو عشان يحققوا معاها في حدث الحريق ولما بتخش الاسم بيبدأ الزبط سلجوك يحقق معاها وبيفاهمها إنه كان صديق ممت وبيوريها صورتهم سوا وبيقول لها إن الدنيا بعدتهم عن بعض الحد ما اشتغل في المقاطع وقتها قدر يكون قريب من مومتها وكان وقتها ملازم أول وبيقول لها إنه كان واحد من المحققين في القضية وإنه عمره ما سد إنه زلايخة انتحر ولا ترمي نفسها من البلكونة بس للأسف ما قدرش يلاقي أي دليل يثبت إنها مقتولة مش منتح وبيوريها الورقة اللي كتبها قازم المتسول وبيفاهمها إنه جاب شخص محترف في قراءة الشفيع بيسألها إذا كان اللي هو كتبه نفس اللي بابوها قال وقت ما كان عايز يرميها من البلكونة فبيتقوله إنه فعلا هددها إنه هيرميها من البلكونة زي مرمى مومت ووقتها بيشكرها إنها قالت الحقيقة وعرفته إن بابوها هو اللي قتل مومت وبيسألها عن نفسها وبيسألها لو كانت هي اللي حرقت البيت وقتلت بابوها ومراته الوقت ده بيطلب منها تقول الحقيقة وبيعرفها إنه أكتر شيء كتبت خف منه زلايخة إنها تكون شبها بو وبيقول لها إنه للأسف الشيء اللي توقعته مومتها حصل إنها بقت هي كمان قاتلة وبيسألها لحد إمتى هتفضل عاشها وأكنها ما عملتش أي شيء زي بابا وبتقوله إيزو وقتها إنها مش فهمة هو بيتكلم عن إيه وبتطلب منه لو يفتح شباك من الشبابيك عشان الجو حر جدا وبيوريها البرواز اللي في صورة مومتها وبيقول لها إن البرواز ده كان موجود في البيت قبل الحريق وإن البيت كله اتحرق مع ده البرواز وبيقول لها إنه هم لقيه تحت سريرها عند جدتها وإنه معاه شهود أيان على كل اللي بيقوله وبيطلب منها تعترف لإنه عايز العدالة مش أكتر وفي الوقت ده بتكون إيزو منهارة وبيفضل سلجوك يضغط عليها عشان تعترف وفجأة بيدخل عليهم المحامي اللي كلموا علي وقفيدان وبيسأل سلجوك عن الأسئلة اللي بيسألها للموكلة بتاعته لكنه بيتجاهل وفي الوقت ده بيطلب المحامي إنها ما تردش على أي سؤال مش عايزة ترد عليها وبالفعل ما بتردش إيزو على سلجوك ومبتعترفش عن نفسها وبيحجزها في الاسم ولما علي وقفيدان بيسألوا المحامي عنها بيقولهم إن هما بيمارسوا عليها ضغوط نفسية مش أكتر وعندهمش أي دليل ضد أي حد فدلوقت الكل متهم وإنه هما هيحجزوها يومين اتنين بس وبعد كده هيخرجوها عشان مش هيبقى قانوني لو حجزوها أكتر من كده وفي الوقت ده بتروح قفيدان لسلجوك وبتطلب منه يخرج إيزو وفي اللحظة دي بيرد عليها وبيقول لها إن إيزو مدانة بحريق البيت زي ما كان رسول مدان بقتل زولايخ وبيعرفها إن اعترفت إن باباها قتل ممتها وكأن العدلة لازم تتحقق حتى لو بعد زمن وبيقول إنه مستغرب جدا من تركيبة إيزو وبيعرفها إنها نص ملاك زي ممتها ونص شيطان زي باباها وبيهدد أفدان وقتها إنه هو هيقتص منها لما يفتحوا ملف قتل زولايخ وبيرجعوا يحققوا فيه من جديد بس بيفاهمها إن الأولوية بالنسبة له دلوقتي حالا إنه يثبت إيضانة حفظتها وقتها بتبقى في دم رعوبة بس بتسكت وبتدرش تعمل أي حي بعدها بيبقى هارون مروح البيت وبيتفاجئ إن فيه ناس جوه البيت وبيتفرجوا عليه وبيسألهم وقتها بيعملوا إيه هنا فبيعرفوا إنه هم المشترين الجداد للبيت من البنك وبيعرفهم هارون إنه لسه بيمتلك البيت وبيتردهم وبيضطروا إنه هم يمشوا بس بيقولون إنه هم هيبلغوا باللحظ بعدها بتبقى إيزو في حبسها وبييجي سلدوك وبيقول لها إن بكر فاق وهيروحولوا بالليلة عشان يستجوبوا وفي الوقت ده بترد عليه إيزو وبتعرفوا إنه هم مش غبية ولو إن بكر فاق كان زمانها بتتحكم دلوقتي في اللحظة دي بيقول لها سلدوك إنه ده برضو كان نفس رد أبوها عليه لما قالوا إنه فيه شهود ضده لما رمزوا لايخة من البلكونة وقال له إنه هو مش غبي وإنه فيش حد شاهد عليه طبعاً الكلام ده بيدايق إيزو وبتحذره من إنه يشبهها بأبوها مرة تانية وبتقوله إنه الشخص ده كان شطان وفي الوقت ده بيسألها عن الشخص اللي يحرق ثلاث أحياء نقول عنه إيه فبترد عليه وبتقوله إن ده يا إسلام إيده مهما كان الفاعل فبيقول لها إن مامتها لو كانت شافتها بوضعها ده كانت خجلت منها وبيقول لها إنها لازم تقرر إن كانت هتبقى شبه مامتها أو شبه بابا وبيسيبها وبيمشي بعدها بتبقى أفيدانة عايزة تلاقي أي حد يبقى شاهد مع إيزو إنها مش استاب في حريق البيت وبتعرف وقتها إن هارون كان متواجد معاها لليت ولما بتعرف نيرمين إن أفيدان محتاجة لشهادة ابنها عشان يقدروا يخرجوا إيزو من الحبس بتقرر تساومها وبتقول لها إنها الأسف ما تعرفش هارون بيبقى متواجد فين بالظام وإنه مختفي وحزين بسبب طرده من شغله وحجز البنك للبيت بتاعه وإنه سايب تليفونه معاها ومتدرش تتصل بيه بعدها بيبقى هارون قاعد مع مامته وبيسألها عن الوقت اللي هينقذ فيه سندريلا فبتقوله إنه هما لازم يتأخروا على أفيدانة عشان تعرف قدرهم الحقيقة ومفز لهم كل طلباته وبعدها بتروح أفيدانة وبتقعد قدام الاسم وانتظر هارون يجي للشهادة في الوقت ده بيكون علي قاعد مستني وبيسألها عن سبب عدم حضوره فبتقوله إنه مش موجود في البيت ومامته قالت له إنه أول ما يجي هتبعدت للشهادة على طول في الوقت ده بتقول أفيدانة على إن الوقت ممكن يكون مش مناسب وإنه وقت حداد بس قررت إن إيزو هتكون ليه بعد ما تخرج من حجزها وبتعرفه إنه ده هيكون برضاه طبعا وقتها بيكون عليه فرحان جدا وبيوافق على طوله وبيشكر بعدها بتروح أسماء البيت وهي منهارة من العياد أما سحر فبتبقى فرحانه وبتسألها لو إيزو لسه محجوزة وبتعرفها أسماء إنها لسه محجوزة وبترد عليها سحر وهي في منتعة سعادة وبتقول لها إنها كانت صح وإنها كانت عارفة إنها حرقة البيت وبتطلب منها أسماء لإن فيها شاهد ممكن ينقذ إيزو لو ظهر وقرر إنه يحكي لشي عدها بيروح علي البيت هارون وبتفتح له نرمين وبيرملهم شنطة وبيعرفوا إن فيها مليون ليرة وبيقول لها إن هما قدامهم لحد الفجر لو ابنها ما خرجش من جحره هيجيلهم بنفسه وياخد منهم المليون ليرة وهيبقى لي تصرف تاني معاهم وبيفهمهم إنه سايب حارس خاص بيهم عشان يرقبهم وتاني يوم بتسحقزوا من نمهة وبتطلب إنها تقابل الزباط ولما بتبقى ماشي عشان تدخل قدة التحيقات تطلب من جدتها إنها تسمحها وفي اللحظة دي بتطلب أفدام من علي إنه يجيب هارونه بسرعة وفي الوقت ده علي بيكلم جمال الحارس على بيت هارون وبيطلب منه يقتحم البيت ويدخل يجيبه بالعب ولما بيقتحم جمال الباب بيدخل ما بيلاقيش أي حد في الشقة وبيبلغ علي بده وبعدها بيدخل صلجوك على إيزو وبيقول لها إنها طلبت تتكلم وإنه سامعها وبتطلب منه إيزو وقتها إنها عايزة تشوف صورة مامتها وهي صغيرة اللي معاه وده لإن عمرها ما شافت صورة ليها وهي صغيرة وبتحكيله عن المقاس اللي عاشتها مع باباها وبتقوله إنها وهي صغيرة كاب بتلعب قدام البيت وفجأة مامتها واعد قدامها وماتت وبسبب ده فضلت شهور وبتقدرش تتكلم وأسماء بتاخدها من دكتور لدكتور عشان يلاقلها حل إن بعد أربعين يوم بس من موت مامتها باباها تجاوز وأخدها عشان تبارك لمراد باباها بالعافية كان بيدربها وبيعاقبها لإنها وبتقدرش تتكلم وكان مفتكرها إنها بتعاند معاه وبتحكيله كمان إزاي كاب بتتضرب وبتتمنع من أي شيء بتحبه إن هما قتلوا جسور كلبها وفي الآخر عرفت قاتل أمها وباعترافه شخصيا وبتقوله وقتها وهي منهارة من العياط إنها عايزت فهمه إن عمرها ما كانت زي باباها ولا ينفع تتساوي بيه فبيرد عليها سلجوك وبيسألها لو كانت حرقت بيت المزرعة وفي اللحظة دي بيدخل عليهم المحامي ومعها رون وبيقوله إنه جاب الشاهد اللي يقدر يبرق إيزو بعدها بتخرج إيزو من الاسم وبتقول له سلجوك إنه لو كان يعرف موتها فعلا يعرف إن بنتها مستحيل تكون شيطانة وإن اللي حرق البيت مهما كان هو مين هيفضل أحسن من اللي اتحرقوا جواه قبل ما تمشي إيزو بيطلب منها إنها تستنى دقيقة لإنه هيعرفها حاجة وبيروح يجيب شنطة الفلوس من العربية وبيرمي قدام علي شنطة الفلوس وبيقوله إنه مش هو اللي ياخد شنطة فيها فلوس عشان يخرج حد من أزم فبيرد عليه وقتها وبيقوله إنه من فترة كان جايله عما ليشحت منه الفلوس في العزل فبيقوله إنه كان جاي ياخد الفلوس اللي وعدوا بيها السيد رسول إنه كان هينقذ بيته ونستحواز البنك عليه وبيفهمه إنه وقتها كان شغال في المعمل عند السيد رسول وإنه كان هيرجع له كل إرش أخده منه وبعدها بيشكر السيدة أفيدان على معاملتها الأم ولما طلبت منها نفس الشي وطردتها من بعدها بيطلبها روم من إيزو تحافظها عن نفسها وبتروح إيزو البيت وقتها بتبقى أسماء فرحانة جدا برجعها وبتسألها عن سبب حجز الشرطة ليها وعن سبب خنايتها مع علي بس إيزو ما بتردش عليها وبتبص لصورة مامتها وبتبص لها وبس ولها بتشوف أسماء صورة زولايخة بتسألها إزاي الصورة دي لسه محافظة عليها وقتها بتدخل عليهم صحر وبتقول لها إيزو إنها بعد خنايتها مع باباها اخدت الصورة وخرجت بها برا البيت وفي اللحظة دي بتقلع فستان كانت لبسها وبترميه في وش صحر وبتأمورها تغسل الفستان وبتطلب من أسماء تمشي من قضيتها حالا لإنها محتاجة نام بعدها بتسألها أسماء وسا كانت عملت حاجة خلت إيزو تغضب منها وتعمل فيها كده فبتقول لها إن إيزو أخدت عليها بسرعة الرغم من كونها مجرد خادم إنها لو حصل لها أي شيء هتكون هي أول المتهمين وبتسيبها وبتخش القوضة بعدها بيروح علي بيته وبيسألوا أكرم إذا كانوا قدروا يخرجوا إيزو من حاجزها ووقتها بيطمنوا عليه وبيقولوا إنها خرجت ولها بتشوفوا مامته مرهق وتعبان بتقولوا إنه تعب نفسه على إيزو وإنها بنت شطانة وسعب كل المشاكل والمصايب وما تستحقش منه كل اللي بيعملوا عشان فبيتداق من كلامها وبيقول لها إنه بيحبها مش عايز يسمع الكلام ده عنها وبيسيبهم وبيروح قطته بعدها إيزو بتتسل على هارون وبتقولوا إنها هي وجدتها بتطلب منه إنه يسمح وفي الوقت ده بيبقى هارون مجغولة وبقدرش يرد عليها وبتسمع إيزو نرمينو هي بتقولوا إنه ما ينفعش يتردوا حد بالشكل ده وكأنهم زي الزبالة وفي الوقت ده بتطلع إيزو من قضيتها وبتسمع قفيدان بتكلم قتيلا المحامي وبتقولوا ساعتها إنه ياخد أغراضهم ويسكنهم في مساكن العمال ووقتها بتسألها إيزو إذا كانت فعلا هتسكنهم في مساكن العمال فبتقول لها أنه ده أصلا كتير عليهم في الوقت ده بتخش إيزو من مطبخ وبتبدأ تطبخ وبتجهز أصناف كتير وبعدها أصلي بتبقى خارجة من مركز التجميل اللي بتشتغل فيه وبيجيلها مكالمة من الكار وبيقول لها إنه هيخرج مستجن قريب وبيهددها إنه لو خرجوا ملقاش فلوس اللي بتصرفها على حبيبها هيكون لها حساب صعب جدا بعدها بتروح أصلي البيت هارون بيخرج لهم ناس أول مرة تشوفهم وبتسألهم عن هارون وبيقول لها إنهم أخدوا أغراضهم وساب البيته مش وقتها بتبقى أصلي قلقنا جدا وبتبقى خايفة ليكون هارون بنصب عليه فنفس الوقت ده هارون ونرمين بيكونوا في بيت أفيدان وبيبدأوا يكلوا الأكل لطبخته إيزو وبيمدحوها وبيقول لها إن أكلها ممتاز وهنا بتسألهم أفيدان إذا كانوا قدروا يلقوا مكان يسكنوا فيه وبتقول لهم إنهم لو مش قادرين يلقوا مكان فهي كلمت لهم قتيلة عشان يسكنوا في مساكن العمال فبتقول لها نرمين إن هارون حجز لهم فندو فبتسألها أفيدان وقتها إذا كان هارون لقى شوف فبيشكرها هارون على شغل العامل اللي كانت موفرة ليه وبيقول لها إنه هيدور على شغل تاني لأنه واثق إنه يستحق الأفضل وقتها بتسألهم أفيدان ليه مرديوش ياخدوا المليون ليرة مقابل شهادة هارون على الرغم من كنهم مفلسين فبتقول لها نرمين إنهم مش من نوعية الناس اللي تاخد فلوس عشان يشهادوا وبشهادة حق أو عشان يغيروا شهادتهم وإن مقامهم أكبر من المليون ليرة اللي عايزة تشتريهم بيهم وفي الوقت ده بتتعصب عليهم أفيدان وبتطردهم برا البيت وبعدها وهم برا بيجي علي وبيشوف هارون ونرمين وبيبقى عايز يتخنق مع هارون وقتها إيزو بتمنعه وبتدي لهارون مفاتيح فيلا وبتقوله إنه من بكرة بيرجع الشركة كمدير وبتبص الأفيدان وعلي وبتقولهم إنها الحفيدة والوريسة الشرعية لكل حي وهتعرفهم مستوهم كويس من هنا ورايح وبكده بينتهي الجزء الأول من الملخص الفيلم ده كتبه مجد حمودة بسجلته أمال عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنيمي سلام